العمل مع الشركاء على الأرض هي الاستراتيجية التي اعتمدها البنك الدولي تجاه اليمن خلال الفترة القادمة إثر إقراره مساعدة مالية بقيمة 50 مليون دولار في إطار ما أسماه مشروع الاستجابة الطارئة إعلان البنك الدولي تقديم المساعدة المالية لليمن جاء في معزل عن أية شراكة مع الحكومة الشرعية حتى على مستوى البيانات الصحفية ما يعزز من الاعتقاد بأن المؤسسات الدولية تماضية في سياسة تكريس الهدن الاقتصادية التي تعق المضيف عملية السعادة الدولة لسلطاتها النقدية وبقاء الصلاحية السيادية على قطاع الاقتصاد والخدمات تحت نفوذ الميليشية الإنقلابية البيان الصادر عن البنك الدولي أفاد أن الآلية الجديدة للبنك في اليمن خلال 24 شهر القادمة ستعتمد على الاستراتيجية الإقليمية للبنك الدولي في تصدي لأثار الأزمات وأسبابها والعمل مع الشركاء على الأرض للحفاظ على تقديم الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها ملايون اليمنيين سيتوجه جزء من الدعم المقدم في إطار مشروع الاستجابة الطارئ للأزمات إلى كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وبرنامج الأشغال العامة دون توفر اليقين بشأن قدرة هذين الصندوقين على العمل الميداني في ظل الحرب الأهلية التي أشعلها الإنقلابيون يأتي ذلك فيما من المقرر أن تسلق هذه المساعدة طريقا طويلا للوصول إلى أهدافه المباشرة في اليمن فبرنامج الأمم المتحدة الإلمائي هذا الهيكل البيروقراطي الضخم سيكون أحد الوسطاء بين اليمنيين ومنحة البنك الدولي ما يعني أن المساعدة كهذه سوف تتوزع على طابور طويل من الخبراء والوسطاء ما يقلل من تأثيرها على الأرض ويفاقم من تداعيتها السياسية على مصداقية المؤسسات الدولية التي تحاول أن تتجنب الإقرار بكارثية قرارها بشأن الهدنة الاقتصادية في اليمن التي حيّدت السلطة الشرعية وحالت دون قيامها بدورها في استغلال موارد الدولة وأوقفت النشاط التصديري لسلعتين النفط والغاز وحرمت الحكومة من أهم مورد مالي تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في اليمن جراء الإنقلاب في وقت نواجه فيه البنك المركزي أزمة حقيقية ناجمة عن عدم توفر السيول اللازمة لصرف المرتبات وعجزه عن طباعة عملة جديدة بسبب غياب التغطية أزمة تتكرس مولدة أحد أهم المخاطر المحتقة باليمنيين والتي لا يمكن أن يقلل من تأثيرها هذا النوع من المنح المالية الدعائية للبنك الدولي والمؤسسات النقدية الدولية